من القاهرة ينزموا علينا دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس دكتور أيمن هذه هي ليست المرة الأولى التي يدعو فيها القيادة الفلسطينية محمد دحلان وتيار الإصلاح في حركة فتح إلى ذهب إلى انتخابات حرة ونزيهة وبالتالي الموقف التيار معروف من هذه التصريحات إذن بماذا نفسر هذه التصريحات الأمريكية اليوم؟ بداية نصعد الله وقاتل كل أستاذ المشاهدين هذه كما أشرت يخطي ليست المرة الأولى التي يوضح تيار الإصلاح الديمقراطي وعلى رأسه قادة تيار الأخي محمد دحلان الموقف الواضح أننا سنحتكم للديمقراطية والنتاج الديمقراطية تلزم الجميع نحن احتكمنا للديمقراطية عام 2005 وانتخبنا أبو مازن واليوم انتهت مدة الرئاسة منذ قرابة أكثر من عشرة عوام ونتحمل ما سليت ونتيجة ذلك وتالي نحن نحتاج إلى تجديد شرعياتنا عبر صناديق الإقتراع تصريحات فريدمان هذه ليست الأولى الإدارة الأمريكية صرحت بنفس المستوى نفس الصياق عام 2003 محرضة ضد الشهيد أبو عمار وكان الحديث بشكل مباشر اتجاه محمود عباس كخليفة لأبو مازن وبالتالي رفضنا جميعا حينها هذه التصريحات وقلنا أن الانتخابات ستأتي بمن يريد الشعب الفلسطيني وشات الأقدار أن يأتي الرئيس محمود عباس رئيسا في حينه ينتخب في عام 2005 لرئيسا للشعب الفلسطيني بالتأكيد كل هذه التصريحات لها بعد أخرى رغم أن صحيف التسريح اليوم عدلت هذا الخبر أكثر من مرة اليوم ثم حتى كلمة تفكر أصبحت لا تفكر وبالتالي واضح أن في حالة إرباك هل في نقل الخبر أو في من يريدون أن يوصلوا رسائل مباشرة خاصة صحيف التسريح اليوم هي قريبة لنتنياهو هل هذا كانت رسائل تهديد للرئاسة الفلسطينية لأنه تصريحات نبيلة بردينة واضحة أن هذه تحمل رسائل تهديد للرئاسة الفلسطينية ولكن جاء رد التيار الإصلاحي استمعنا إليه إلى أي مدى برأيك هذا البيان أو هذه التصريحات من التيار تصوب في اتجاه قطع الطريق على كل من يحاول أن يزيد الانقسام داخل البيت الفلسطيني الواحد أعتقد البيان وتصريحات قائد التيار الإصلاح الديمقراطي على صفحته على فيسبوك الأخي محمد دحلن اليوم ماضحة تقطع الشك باليقين وبالتالي بالتأكيد أختي لم تجري بالعادة أن العرب ولا العجم سيفرض علينا رئيسا للشعب الفلسطيني من سيختار الشعب الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني بنفسه وعبر صندوق الاقتراع وكما قال الأخ محمد أحلن أنا لا أقبل أن آتي إلا بعبر صندوق الاقتراع رغم أنه أكثر مرة أكد أنه لا يرشح حاله للرئاسة في المرحلة القادمة لكن حقه أن يرشح حاله وحق أي فلسطيني أن يحلم أن يرشح نفسه ولكن في حال تجدد الشرعيات نحن نحتاج إلى تجدد الشرعيات عبر صندوق الاقتراع وبشكل ديمقراطي واليوم الفصال اجتمعت في الثالث من شهر سبتمبر الحالي للحديث عن انتخابات وترتيب البيت الفلسطيني نتمنى أن نصل إلى الإعلان عن موعد لإجراء الانتخابات بعيدا عن ابتزاز الإدارة الأمريكية أو الاحتلال والأخير وهذا حق فلسطيني نصت عليه القوانين والدستير الفلسطيني أن تجعل الانتخابات كل أربع السادمات وليس كل عشرين عاما أنا أعتقد أن هذا حق وبيان تيار الإصلاح الديمقراطي وتصريحات الأخ ديمتري دليان الناطق باسم التيار أو تصريحات قائد التيار الأخ محمد أحلام واضحة وتقطع الشك باليقين أننا لا نسعى لا أنا كأكاديمي ولا قيادات في التيار ولا غيره ستسعى للوصول للحكم إلا إذا قدر الله وشاءت بطريقة ديمقراطية إن كان هذا الحق الديمقراطي كفل لنا فمن حقنا جميعا أن نشارك به ومن حقنا أن نصل إلى ما نريد داخل سلم السلطة ولكن بشكل ديمقراطي برأيك دكتور ما هي فرص البناء على هذا الرد اليوم في إطار مساعي إنهاء الانقسام الفلسطيني للوقوف في وجه مخططات الاحتلال الفرق أختي الكريمة بين الطموح وإين الواقع على الواقع يتحدث بمن يتابع صفحات السوشيال ميديا وما يقال والتراشق الغير مبرر والاستياد يؤكد أنه حتى في اللحظة لا توجد رؤية باتجاه مصالحة فتحوية فتحوية نحن نرى أنه المصالحة الفتحوية هي أساس العمل السياسي الفلسطيني القادم استمرار هذا الانقسام الفلسطيني بالتأكيد مضرة لكل المشروع الواطن الفلسطيني أين تبرز العقدة؟ لا أعتقد أنه للأسف العقدة في الرئاسة الفلسطينية التي لا حتى هذه اللحظة هناك من يوشوش والبطنة التي حاول أبو مازن توشوش في أدنه في عدم الاستماع إلى صوت الحق داخل حركة فتح بإمكانه أن مباشرة يلملم البيت الفلسطيني نحن توقعنا في اللحظة التي يتم الحديث عنها عن اتفاق بين الإمارات وإسرائيل أن يذهب مباشرة إلى الإمارات ويعاتب ولي العهد الشيخ محمد بن زايد وأن يأخذ الأخ محمد دحلان ويعود به إلى رمالة كان بإمكانه أن يفعل ذلك وأن يتني صفحة هذا الخلاف ولكنه لم يفعلها والآن بعد هذا البيان وهذه المواقف أعتقد أنه بإمكانه أن يفعلها ولكن نحن أنا كأكاديم وسياسي متابع لا أعتقد أنه سيفعلها للأسف الشديد وستبقى الأمور إلى علاتها إلى نئة الله بأمرا كان بفعولة ونحتكم للانتخابات وفي حينها لكل حدث حديث أشكرك جزيلا دكتور أيمن رقب أساذ العلوم السياسية بجامعة القدس كنت معنا من القاهرة شكرا لك شكرا لك